هكذا ليل الصحفيين يمضونه بعد صباح ينهض بقرقعة السلاح ودخان القصف وأخبار الموت الذي يوزعه داعش على الأهالي في الساحل الأيمن فزاهر كتب على نفسه تهيئة الطعام الجماعي الأوف تكون عندي استراحة يعني المدى ما أخلي أنه تقبط لأنه طبخة مزيب لا لا طبخة جيد طبخة جيد بس أنا حب أطبخ بإيدي لا لا أعده طبخاته رائعة جدا يعني وإنت طبخاتك شوية أنا طبخ لبناني وهون مقومات لطبخ لبناني ما بيمشي الحال ما موجولي مع أن ذكريات يومهم مرة إلا أن الإعلاميين لا يفوتون فرصة الاستمتاع بلحظات يسرقونها من مساحة الموت التي تدور رحاها بالقرب منهم هل تحب أن تحب إراكي؟ نعم، أحب إراكي أما أحب؟ أحب أباب، شوامة، سوما، تدوره، جيت، كل شيء لا يوجد أحد أحد يمكن أن أخذها دولما،尤其 الأمر لأحصاب دولما؟ نعم، دولما ما هو؟ لا أعتقد أنني أحصاب دولما؟ دولما جاءت بمساعدة الشرطة الاتحادية للدخول إلى أهلها بعد التحرير وهي تود المساعدة في الطبخ وحين جهز الطعام انضم الضباط إلى مائدة الصحفيين وبعد الطعام ينام الجميع ليستقبلوا يوما آخر حافل بالمعارك